احنا بنتكلم في شهر رمضان و بقول شهر رمضان هو شهر الدعاء عايزين يا جماعة أنا دايما بقول كده عايزين نستثمر الأوقات دي الأيام دي زي ما سيدنا النبي علمنا كده قال لنا صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحت ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعيدة سعادة لن يشقى بعدها أبدا تخيلوا احنا في الأيام الفاضلة الأيام العظيمة أيام رمضان أيام النفحات أيام البركات أيام الروحانيات أيام العطاءات من ربنا سبحانه وتعالى و انت في الأيام الجميلة دي تدعي ربنا تتوجه بالدعاء فترفع ايديك لربنا سبحانه وتعالى فتصادف ساعة من ساعات الإجابة تصادف ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك و يتقبل منك هذا الدعاء يبقى كده زي ما سيدنا النبي قال فمن أصابته نفحة في لحظة كده ربنا استجاب لك الدعاء ساعد سعادة أسأل الله أن نكون جميعا من السعداء أسأل الله أن نكون جميعا من المقبولين في هذا الشهر العظيم ساعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا يبقى وإحنا في أيام رمضان في أيام الدعاء في شهر الدعاء يا جماعة اجتهدوا اجتهدوا سواء أثناء الصيام بالنهار بعد الصلوات في ختام الصلاة بين الأذان والإقامة أثناء الإفطار وانت قاعد على الفطار كده اوعى تقول لنا بقى لي خمستاشر ستاشر ساعة صايم ويدب بس الأداني يقول الله أكبر وتجري بسرعة دقيقة خد دقيقة كده ادعي لنفسك وادعي لأهلك وادعي البلدك ادعي بما شئت من الدعاء اسأل ربنا سبحانه وتعالى تزلل قل اللهم إني لك صمت على رزقك ادعي بما شئت من الدعاء يمكن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يستجيب هذا الدعاء كمان وإحنا بنصلي العشة والقيام في الدعاء وإحنا بنصلي الفجر في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر كده بنوص ساعة أو ساعة ربنا سبحانه وتعالى جماعة بيتنزل نزولا ده في رمضان وفي غير رمضان بس تخيلوا وقف رمضان هيبقى الوضع إيه إذا كان ربنا بيتنزل في غير رمضان طيب في رمضان يتنزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه وينادي ربنا سبحانه وتعالى على عباده هل من تائب فأتوب علي هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر يعني كل يوم في رمضان وفي غير رمضان ربنا سبحانه وتعالى بينادي على كل الخلق ربنا سبحانه وتعالى يبحث عن السائلين عن المستغفرين عن التائبين طيب إذا كان ربنا بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه يبحث عن السائل اللي بيقول يا رب اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى طيب تتخيل أن ربنا يبحث عنك عن الداعي السائل وبعدين لما تدعي ربنا يرد الدعاء إزاي لما تدعي ربنا لا يستجيب هذا الدعاء إزاي يبقى كل القضية يا إخوانا إن إحنا ندعو الله إن إحنا نعود إلى الله إن إحنا نستثمر أيام رمضان في الذكر والدعاء إن إحنا دايما كده ناخد بأسباب الإجابة سيدنا الفاروق عمر كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء ترجمة نانسي قنقر